من الأمور التي ينبغى على الإنسان أن يملأ بها يومه هي التعبد والتلاتة القرآن والعمل الصالح أما ملء الوقت من الأفلام والمسلسلات والكلام الفارغ والهذر الكلام الذي لا معنى له والنوم إلى غير ذلك فهذا حقيقة هذا صام لكنه صوم يعني كلا صوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ولا حظ له من صيامه إلى الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر فإذا كان رمضان شهر الصوم وشهر القرآن كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى وفرقان ونزل القرآن بداية في ليلة القدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ ينزل سائر الثلاث والعشرين سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يدارس جبريل عليه السلام القرآن في كل سنة فلما كان في السنة الأخيرة دارسه القرآن مرتين يعني دارس القرآن مرتين فلذلك أخذ العلماء من هذا استحباب كثرة تلاوة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صوم شهر رمضان وسننت لكم قيامة فلذلك يسن في شهر رمضان الحرص على أن نحضر صلاة التراويه ونستمع إلى القرآن ونقرأ أيضا القرآن في بيوتنا في مجالسنا في سائر أمورنا وكان للصحابة والتابعين والأئمة والسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم عمل وجهد كبير في تلاوة القرآن حتى إن الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة كانوا إذا دخل شهر رمضان أغلقوا كتب العلم وتفرغوا للقرآن ليس لأن العلم ليس من العبادة أو العمل ليس من العبادة لكن لكل وقت له عبادته المناسبة فالعبادة المناسبة لشهر رمضان هي تلاوة القرآن والصوم فلذلك كانوا يغلقون كتب العلم ويتفرغون للقرآن وكان لهم في ذلك جهد عظيم لا يكاد يتصوره الإنسان فمنهم من كان يختم في كل ثلاثة أيام ومنهم من كان يختم في أكثر من ذلك ومنهم من كان يختم في أقل من ذلك حتى روي أن الإمام الشافي بإسناد صحيح كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل يوم مرتين ستين ختمة وهذا شيء عجيب لكن الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت يعني من اجتهد يبارك الله عز وجل فلا أقل من أن يختم الإنسان مرة واحدة هذا أقل ما يمكن أن يختم القرآن مرة واحدة والأفضل أن يختم أكثر من ذلك